والساعة لانتو كمان دلوقتي ديقت المساحة حتى الوقت خليتو النهاردة ساعتين بدل تلس ساعات قلت لكل القنوات ساعتين فيش اكتر من ساعتين فبقيت النهاردة كله بيخلص وعندك الحديد بتتكلم عليه لحد الصبح عنده عديد من البرامج بزير 24 ساعة القنوات المعادية التالية اللي في قطر بيتبادل عليها برامج مش برنامج واحد من الظهر يعني من الساعة مثلا اثنين الظهر او ثلاثة لغاية واحدة بالليل برامج متتابعة انت في مصر القنوات الاخبارية عندك جفت يعني انا عايز اتابع اخبار سوريا او اخبار اي حاجة ليبيا او اخبار الارامكو في السعودية عندش غير قناة واحدة اللي هي الـ CBC Extra وفي النص بقى في برامجة طبية تختفي مني ثلاث ساعات الاخبار الا اذا كان فيه خبر مفاجئ انا عايز ادور على اخبار هروح فين او على سياسة اسمحها اروح فين انا عايز ادور حاجة اي تحليل يقول ان النصريين ما عادش يهتموا بالسياسة خير دقيقة نصريين فتر حماسهم للسياسة بعد ما اصبح عندنا انفجار في البرامجة الحوارية لكن الانفجار للبرامجة الحوارية لو قابله عدم وجود برامج حوارية ان الطلب على السياسة موجود في كل مجتمع والدليل قدامنا ان هذا الشخص التافي اللي مولوش اي قيمة ومولوش اي معنى ومعرفش يتكلم في اي حاجة وبيتكلم بالطريقة دي اكتذب قطعات السياسة الرئيس قال انتو لشيارته مدام احنا نشيارنا احنا اتفرجنا وعايزين غيرنا نتفرج الاتطلق على السياسة موجود وليولد بي اعلام بشكل عام يتناول السياسة ويطلع في ظل الحرية والمسئولية والمهنية والمهنية هنا تستيزن حاجة وعادة وانا برجع لسياسة الرئيس اللي وكان بيعتب على الناس كلها فيها فاكثر من لقاء اعلام الحديث بالارقام وبالمعلومات وبالدقة محدش اكتهد فيه لا يكتهد فيه موضوعش اقول موزنة الدولة اربعة وهي خمسة مطلعش على الهوى وانا ما عنديش معلومات واجي بس يعني ارجع بظاهري ونظر لا احنا العلام له وظيفة تعليمية كمان ان الناس تاخد مننا معلومات وبالتالي الحاجات دي مع بعضها ضرورية في التلفزيون وفي الصحافة ليه لان احنا عايزين هذه الدولة تاخد رضا ولاء الناس الدولة تعرفها معروف في الدنيا كلها ارض وإقليم محطوعة لكن التراضي او العقد الاجتماعي اساس الثلاثة دول الحكومة تتغير بس في مع اي حكومة يبقى في حالة الرضا حالة الرضا مش عايزين ناس تدخل بفعل اعباء على الشعب تدخل عشان تقلل من حالة الرضا سيد الرئيس خد قارات قاسية اقصادين مجتمعين وضحى بجزء من رصيده هو قال كده واحنا فهمين كده اعتمد على رصيد عالي جدا عند الناس ضحى بجزء منه وخد قارات مش عشان خاطر نفسه وخاطر نفسه بجزء خد قارات يفضل رصيد زي ما هو عالي جدا عالي جدا لكنه عمل ده طيب احنا ميجي كاعلام الرضا عن الحال ده وظيفة اللي بيتكلم